بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بارت سري جينرال فورميوليشن يعني المعادلات اللي ممكن نستفيد بيها في عملية الدزاين اول حاجة اللي هي المودلس الفلسطيستي اللي انا بحتاجها عشان احسب بتاعة اي منبر اللي هي الصميشن بتاع ال اي مضروبة في المومنت فعندنا معادلات كتير لحساب الاي سي اللي هي المودلس الفلسطيستي بتاعة الخرصانة في معادلة اللي هي 33W S1.5 جزر Fc اللي هي مقاومة الضغط بتاعة الخرصانة W المقصود بيها هي اليونت ويت بتاعة الخرصانة طب لو عوضنا بW ممكن تبقى المعادلة الجينرال اللي نشتغل عليها اللي هي 57000 جزر Fc طيب بالنسبة للمومنت فبنقول الآي في حالة البيم حنشتغل علي 35 من 100 في الآي جي اللي هي جيردر وفي حالة الكولم 7 من 10 مضروبة في الآي جي وبنشتغل على الاريا اللي هي عبارة عن الاريا اجروس اللاحظ هنا اللي نحن بنقول لو المومنت اوف انيرشيا لازم يتقسم على معامل اللي هو بيساوي واحد بلاس بيتا دي والسستين لاترال لود طب البيتا بنحسبها ازاي هي عبارة عن الماكسيمم فاكتورد ساستين لاترال لود على الماكسيمم فاكتورد اكسيال لود طب انا لو عندي كولم زي دوت الكولم دوت ده اللود اللي عندي اللي هو البي في مقدار اكسنتريستي عندي هي اي طب الاكسنتريستي دي جات من ايه اصيلي تنلود مش في السنتر بتاع الكولم وحصل عندي لاترال دفليكشن مقداره دلتا يبقى في الحالة ديت المومنت اللي موجودة على القطاع هو عبارة عن بي في اي بلاس بي في دلتا ممكن تاخد البي عام المشترك يبقى يساوي اي بلاس دلتا يبقى ده المومنت اللي موجودة على القطاع وده الفري بودي دياجرام بتاع الكولم بعد كده في حاجة مهمة جدا عندنا اسمها الانتر اكشن دياجرام ده بيوضح البيهيفيار بتاع الاكسيا اللود اجينست المومنت فبنقول ايه ان كل ما قيمة المومنت اللي عندي بتزيد دي الخلاصة بتاعة الكيرف قيمة الاكسيا اللود اللي ممكن العمود اللي عندي يشيلوا بتقل طيب المراحزات اللي عندنا عالكيرف بنقول ان الجزء اللي هو او اي ده الكيرفور الانت مومنت او بي ده الكيرفور الماكسمام كولم مومنت بنقول هنا الاكسيا الكبستي اللي هي البي is reduced from A نقطة A الى نقطة B due to increase in الماكسمام مومنت وده واضح انه كل ما قيمة المومنت بتزيد قيمة اللود بتقل ده نتيجة وجود اللاترال دفليكشن اللي هو دلتا او بنسميه slenderness effects اللي هو تأثير النحفة according to the ACI code section 12-10-2 بنقول slenderness effects may be neglected F لو في شرطة عندي توفر اللي هو slenderness ratio اللي هي K في LU على R بتساوي 34-12 مضروبة في M1 على M2 K اللي هو effect lens factor او function of ender strength اللي هي نهايات العمور بنقول في حالة non sway frames K اكبر من او يساوي نص واقل من او يساوي واحد في حالة sway frames اللي frames اللي بيحصل فيها حركة جانبية لا اللي frame بالشكل دوت فبنقول ان K اكبر من او يساوي واحد واقل من او يساوي ما لنهاية ترجمة نانسي قنقر